السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم جميعا في درس النائب المحترم لتوفيق الحكيم عرب 222 أهداف الدرس أن يحلل الطالب الدرس وفق البنية الثلاثية أن يحدد الطالب الشخصيات في النص ويصنفها أن يكشف الطالب علاقة مسرح المجتمع بالواقع أن يدرك الطالب مؤشرات أسلوب الحوار ووظيفته في الحدث المسرحي أن تتعزز لدى الطالب القناعة بمشاركة المرأة في الحياة العامة اقرأ النص الوارد بالصفحة المئة من الكتاب المدرسي ثم ضعه ضمن المحور الذي ينتمي إليه ما الجنس الأدبي للنص؟ وما نمط الكتابة فيه؟ بعد أن كنت قد قرأت النص النائبة المحترمة اقترح فكرة عامة مناسبة له المرأة بين واجباتها الأسرية ومسؤولياتها في المجتمع طبعاً تقبل كل الاقتراحات الأخرى المناسبة عد إلى النص مرة أخرى وحاول تقسيمه إلى مقاطعة ثم عنوينها اعتماداً على النص المقرؤ حاول تعرف معاني الكلمات الآتية بحسب سياقها فيه نافد مأخوذاً تلهث ترقد الأرق المقطع الأول وضع البداية ساعة نوم الطفل اذكر شخصيات المقطع الأول وصنفها شخصية الأب شخصية أساسية الطفل أيضاً أما شخصية الأم شخصية خلفية ما أنماط الكتابة التي تظهر في المقطع الأول؟ ما مختلف الرغبات التي تحرك شخصيات المقطع الأول؟ نشاط تطبيقي جزئي واحد السؤال الأول في المقطع الأول شخصيتان أساسيتان حددهما أما السؤال الثاني تحرك الشخصيتين الأساسيتين رغبات متعارضة وضح ذلك الشخصيتان الأساسيتان في المقطع الأول الأب والطفل أما رغبة الأب إنجاز العمل ودراسة الأوراق رغبة الطفل النوم المقطع الثاني سياق التحول عد إلى النص وقرأ المقطع الثاني ثم قسمه إلى مشاهدة وضع عنوانا مناسبا لكل منها تتنوع شخصيات هذا المقطع الثاني بدخول شخصية جديدة أذكرها وباقي الشخصيات إذن شخصية الأم الأب والطفل والخادم ما أساليب الخطاب المهيمنة على هذا المقطع؟ الثاني نشاط تطبيقي جزئي اثنان عدد شخصيات هذا المقطع بمشهديه الأول والثاني السؤال الثاني من مؤشرات الوصف في المشهد الثاني الجمل الإسمية والنعوت هات مثالا لكل منهما الشخصيات هي الأم الأب الطفل والخادم الجمل الإسمية تتمثل في وهي تلهف أما النعوت تتمثل في حكاية بايخة المقطع الثالث وضع الختام موعد لقاء النائبة بمعالي الوزير إعادة بناء النص نشاط تطبيقي شامل السؤال الأول كيف تجلت العلاقات العائلية في النص ككل حسب فهمك السؤال الثاني كشف الكاتب من خلال هذا النص المسرحي قضايا واقعية كثيرة هات قضيتين حسب فهمك أما السؤال الثالث بين إلى أي حد وفق الكاتب في استخدام السرد والوصف والحوار لإبراز القضايا التي تناولتها المسرحية أشكركم على تفاعلكم وإلى اللقاء في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر